سلام عليكم شفتي حجر السعادة ايه حجر السعادة ده شايفين عطي اضاءة فضيعة جدا بجد نوره رهيب يلا بينا بسرعا نخش في الفيديو راحنا طبعا مطروح وجبنا واحنا جايين شوية حاجات تحفة دي اسمها السبع بهارات طبعا بيبقى زر ورد وورق لورو وحبهان ومستكا وحطين طبعا كيب بيبقى صيني وزعتر وروزماري وكوزبرة شوية بهارات كده تحفة هندربهم وهورها لكم في الفيديو يلا بينا بقى نشوف المحل ده ايه في شوية زيت زاتون وشوية عطور وده اسمه الحنطل تقريبا الحنطل تقريبا للركب حلو جدا للمفاصل بيشكروا فيه جدا انا لسه مجربتوش هنشوف طبعا بقى فيه شامبوهات كتير وسبغات وكريمات وبوفاس وعسل نحل وعسل جبلي شفت شوية حاجات جميلة جدا فيه طبعا الاصلي وفيه المضروب طبعا اللي فاهمها يعني هيعرب بقى الشركات المعينة اللي بيتعمل معاها طبعا ده زيت زاتون بيقول لي معصور على البارد احنا اللي عصرينه فيه منه مضروب وفيه منه اصلي انا جربته بصراحة ده طحفة جدا فعلا اصلي غير اللي هو الصفيح ده اللي هو زي علب السمنة ده ده مقلب ده مقلب فعلا تجيبيه وتفتحيه تلاقيه من جوه اسود اقعوا اجيبوا عيلة بالسمنة اللي هي زيت زاتون دي بجد كانت زمان كويسة دلوقتي لأ طبعا ده ايه ده حجر بيتحط كده في المياه اللي هو الملح مكعب كده وده مغلف ملح بس بيتحط في المياه شايفين منظره بص مضيق ازاي بتحط بقى حوالي البني والجو ده اضاءة بقى وحركات طبعا عطوني الرملة الهدية دي عليها حرف ابني عبد الرحمن يلا بنا نشوف بقى هنعمل ايه جبنا الاضاءة الجميلة دي حطناها في العلبة البومبونيرة دي هنعمل جو كده زيهم وجبنا الكيس الصغير ده حطيلي طبعا شوية حجر ملون كده اللي هو الملح الملون ده هو بيقول لي حجر السعادة بس انا طبعا السعادة بالنسبالي اسباب تاني خالص ان انت تتعي ربنا وان انت ما تقزيش حد وتكملي كل فروضك والحاجات كلها اللي احنا عارفينها كل دي اسباب للسعادة ان انا افرح حد محتاج دي كلها اسباب بالنسبالي السعادة كل الكلام ده لأ طبعا احنا منظر بس كده لكن احنا الحمد لله بنؤمن بالله مناش دعوا بالكلام ده خالص احنا بس ايه كديكور فقط لغير انما الاعمال وبالنيات طبعا حطناها كده كمنظر ديكوري كده لذيذ هنحرميها في البلكونة بقى ولا في الحمام هتدي منظر وخلاص لحد شكلها طحفة زي ما انتوا شايفين كده شكلها جميل بس مش هتبان اللي ما نتفي الاضاءة هتشوفو دلوقتي هتبقى شكلها خرافة يعني حركات كده حطيها في البلكونة رميها في الحمام حسب ما انت عايزة تحطي الاضاءة بتاعتك دي فين طبعا هو بيقولي حطيها في قط النوم بس قلت له لأ طبعا احنا بنرميها في اي حتة طبعا لكن مش لازم قط النوم بقى عشان تجيب البركات والكلام الفارغ ده خزعبلات زي ما بيقولوا احنا اهم حاجة شايفين بصوا عملت الاضاءة هرفتحها دلوقتي و هوريكم شكلها خرافة حلوة جدا تحطيها بقى في الاضاءة كده بالليل في البلكونة تغيير يعني حلوة جدا زي ما شايفين منظرها حلوة قوي وسهلة الحجر ده كله نص بس بعشرة جنيه بحبكم كتير جدا سلام عليكم سوشال لايك و الاشتراك سلام عليكم